بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأم الصالحة رزقها الله بأربعة بنات ربت البنت الكبرى اللي يأوي البنت الحقيقة على طاعة ربنا عد وجل والتقوى ودي أحسن حاجة تقدم الأبناء مش المال ولا الصروة ولا المراس أبدا هو تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته لما كبروا هؤلاء البنات الحقيقة كانت البنت الكبرى نموذج عالي جدا للتقوى والصلاح وصلاة الليل لما ماتت هذه الأم فطبعا البنت الكبرى صممت ألا تتزوج حتى إيه بقى حتى يتزوج السلاس بنات سبحان الله وكلما جاءها يعني خاطب ليقطبها رفضت وبعد أن تزوج السلاس بنات رفضت أيضا الزواج حتى إيه بقى تخدم أبوها حتى مات أبوها وترك وصية لأنه مكان بيمتلك هذا البيت فقط الذي تعيش فيه هذه الأخت الكبرى وكل واحد طبعا تزوجت ولكن للأسف السلاس بنات لم ينفذوا وصية أبيهم وصمموا أن يبيعوا البيت طب أين تذهب هذه الأخت سبحان الله ثم بعد ذلك جاء رجل سري محترم يعني وأعجبه البيت واشتر البيت بالفعل ظلت تبكي فاتصرت بالتليفون وقالت له يا أخي يعني أريد منك طلبا أنا يتيمة ليس لأم ولا أب وأبي ترك هذه الوصية وأخواتي الأسف يعني أرجوك أن تمهلني شهر أو شهرين حتى أدبر لي أمرا لأنها رفض الحقيقة أن تعيش معهم لأن كان موقفهم يعني غير عادل بعدم تنفيذ وصية أبيه سبحان الله هذا الشاب وكان رجل صالح يعني وكان رجل محترم وكان سري يعني قاعد يبحث في الأمر يعني هل هي صديقة أم كاذبة أم هم بمطلم هل هذا مطال أم أنهم فعلا أم عندها مشكلة فلما تحقق فعلا بصدقها وصلاحها كانت المفاجأة شوف أعطائي الله سبحانه وتعالى شوف كرم الله اتصل بها بالتليفون وقال لها يا أختي أنا أريد أن آتي إليكم بأهلي حتى أخطبك واعتبر أن هذا البيت هو المهر هو صداقك وتزوجه وعيشه وعيشه سعيدة جدا أنا لي وقفة عند هذه القصة العظيمة وهو ما في إنسان يضحن الله عز وجل إلا ويخلفه بالله خير والحال الإنسان بيتعرب في حياته المحن كثيرة جدا وامتحانات ولكن عندما يثبت الإنسان ولا أود الله سبحانه وتعالى ومحبته والضحية الله لابد ربنا أكرم الأكرمين ربنا عز وجل يقول في الكتاب العزيز ما عندكم ينفذ وما عند الله باق يا ربنا هو الرزاق ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ونجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إحنا أمام نموذج عظيم جدا وهي السيدة صارة رضي الله عنها هذه الطقية النقية العفيفة الراقية نموذج راقي جدا جدا من النساء حقيقة اللي هي زوجة خير الله إبراهيم ماذا فعلت إن ملك مصر أهدى إليها السيدة هاجر فأهدتها لخير الله إبراهيم وزوجتها إياها سبحان الله يعني السيدة صارة زوجت زوجها لو خير الله إبراهيم لشيء تمتلكه ويا السيدة هاجر حاجة غريبة جدا وسبحانك يا رب ماذا كانت النتيجة طبعا السيدة صارة عاشت طول حياتها عاقل وبعدين بعد كده إياه لما أهدت خير الله إبراهيم السيدة هاجر وكانت تملكها وقالت له تزواجها لأن سيدنا إبراهيم كحريص أن ينجب لماذا لأنه لم يجد آذان صغية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كانت عبادة الأصنام منتشرة فماذا حدث بعد أن جبت السيدة هاجر نبي الله إسماعيل غارت السيدة إياه سارة شوف تعود الله عز وجل لهذه المرأة العظيمة المحتسبة التي ضحت ده متزوجة خلول الله يعني متزوجة إنسان مثالي ماذا فعل الله عز وجل لما غارت أمر الله عز وجل خلول الله إبراهيم أن يأخذ السيدة هاجر وإسماعيل في واد غير زرع بعيد خالص شوف شوف ربنا عز وجل بيدير المنظومة بعدالة وبجمال إزاي وفعلا أخذهم إلى مكان بعيد في مكة المخرمة دلوقتي حيث يحق الناس ثم دعا الله عز وجل قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئة من ناس تهوي إليهم لا الحاجة بقى الأجمل من كده ماذا فعل الله عز وجل السيدة سارة شوف البشرى العظيمة واحدة عاشت طول حياتها في شبابها عاكر طيب وهي عجوز لما جاءت الملائكة حتى تهلق قوم لوط الذين استباحوا الحرمات وتجاوزوا حول الله سبحانه وتعالى وقف هؤلاء الملائكة الثلاثة سيدنا جبريل وسيدنا إسرفيل وسيدنا ميكايل فإيه بقى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق أي عقوب شوف وهي عجوز سبحانه قالت يا ويلتي أقلد أنا عجوز وهذا بعلي شيخة كان سيدنا إبراهيم طاعن وكبير جدنا في السن وهي عجوز يعني هي في شبابها كانت عاكر فكيف تلد وهي عجوز قالت يا ويلتا أقلد أنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب فقال الملائكة ردوا عليها قالوا لا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت وسبحان البشر قالت إيه فمشترناها بإسحاق ومن وراء إسحاق هيعقوب لأن يعقوب ابن إسحاق يعني أنت إيه سيتربى حفيدك اللي هو سيدنا يعقوب في حجرك أيضا وهذا من كامل أعطاء الله سبحانه وتعالى لمن يضحي إليه